موسيقى هذه الرياضة التي كنت تسمى برا ألعاب القوة فيها من المائة متر حتى الماراتون كل المراحل التي يديرها الأسوئة كل اللعبوها يعني من المائتين إلى الف وخمسمائة إلى خمسة الاف الإعاقة ديالي تصابت بالشلل اللي هو بوليون وتصابت فيه من بعد ما تزدت يعني وصلت للواحد السن ديال سنة وستة أشهر تصابت بهذه الإعاقة هذه بحكم أنها مكانش هذيك الفترة مكانش فيها اللقاح وعانيت عانيت عانيت في الطفولة ديالي وحتى الأسرة ديالي عانت معي أنا كنشكر الأم ديالي صراحة اللي قاصعت معي بزاب بحكم الدهب للمستشفيات والترويض لأن الحالة ديالي كانت أصعب ما كنت في حال هوكايا الدراسة ديالي قريت عادي قريت مع الأسوياء يعني ما قريت في مراكز ديال الأطفال المشلولين قريت عادي درت أصدقاء عاديين كنت كل لعب مع الأصدقاء في الحي الكورا يعني عاشت طفولتي كين معاناة وكين إحساس بعض الأحيان بالإعاقة واني بالتحدي والإصرار كنت جاوزوا هاد الحاجيز هاد ديال الإعاقة بجيش كان نبحث على الجمعيات اللي كيدروا رياضة ديال الأشخاص في وضعية إعاقة ونقيت واحد الجمعية في الدار بيضاء اللي شميتة جمعيات الزرق طوني لتجأس باش ندير معهم كانت ديكساعة كيدروا غيش السباحة والباسكير على الكراسي المتحدة كرة تسلق ومشيت للسباحة بديت في السباحة وتألقت في السباحة رفقت الفارقة ديالي وكانت عندي مشاركات كتيرة في ملتقيات ديال ويداد وديال الراجاق ومن ثم ما بديش كان حب هذيك الرياضة ديال الأشخاص في وضعية إعاقة حتى لسنة 1995 الجامعة اللي كانت سابقة تسلمت واحد الكراسي المتحركة وتفرقوا على الجمعيات ومن بينهم أنا خديت واحد الكرسي متحرك على أساس باش غادي ندير ترياطلون كنت حتى أنا كنت ندير السباحة وغادي ندير الفوتايرولو وغادي نلعب هذيك المصابقة اللي هي كانت غا تكون المصابقة بشرم الشيخ ثم ما بديت الحب ديالي لهذه الكراسي المتحركة من بعد سنة مشيت البطولة إفريقية توجب ميدالية ذهبية صافي من ثم ما الحب ديالي بدل هذي الرياضة لأن هذي الرياضة مليك تكون لعب وكتكون في الطريق وكيش جعوك المواطنين وكيش جعوك الناس ووحد الحاجة غريبة على المجتمع المغربي صافي حبيت هذي الرياضة ومدامجت معها موسيقى وصراحة ما غنكرش الأفضل ديالها لأنه أنا استفت منها أولا عرفتني على ناس في المستوى وبها صراحة حضيت باستقبال ملكي اللي صراحة هو اللي نوعا ما نقضني ونقض بزاف ديال الزملاء ديالي اللي فاد الرياضة وحتى اللي ما كيديروش الرياضة لأنه لو كنما كانتش هذيك لم سوا هذيك الاستقبال ديال صاحب الجلالة كانت الوضعية ديال الأشخاص بوضعية عقارات تكون شي صعب صعب العيش به على المستوى الافريقي عندي ترتيب يعني اللول واني على المستوى العالمي نوعا ما خص شوية العمل لأن هاد 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 الفوتيرولو في حل واحد السيارة اللي هي البسط لك باش باش المشاهدين يعارفوا اشنا هي هاد هاد الفوتيرولو في حل واحد السيارة كل عام كتجدد كل عام تيخرج فيها واحد الموديل هاد شي اللي عندنا احنا قديم بزاف وما يمكنش نسير المستوى اللي كي يمشيوا به الأوروبيين ولا العالمي الأبطال العالمين دابل الآن را ما بقاش اللي من يوم كي الكاربون كاربون فيبر يعني فمشي الابوسي وحدا كي يوصل هو مع تفين انت رخص قدر بترواء ولا كاترابوسي باش تشده ورغم ذلك أنا من اللي كانت طالع على الستاتي ديالهم والتدريب ديالهم وكيفاش كتتم كنشوف بأن لا أنا ولا النخبة ديال المغارب اللي كانين هنا أنا في نظريرهم أبطال لاننا بضل المعطيات اللي عندنا هاد شي وكن نقربوا الأرقام ديالهم راه هادا في حداتو إنجاز كانت غا تكون الأمور أحسن لما كانت شذر فيها ديال كورونا وبقات التدريب ديالنا والمشاركات ديالنا كان غا نقول بانا كان غا يكون عندنا أمل أنني نكون في في الألعب الأولمبية ولكن للأسف ما ما كنش دا بس تحقاقات باش جيب لديها الكلاسيفيكاسيون ديالك تأهيل ديالك هادا المعدات وهادا الماطريال شويا وعنما التمن دياله باهد والجامعة الملكية كتقوم بعد المجهودات وبعد الدعم صراحة في مؤخرا في الجائحة ديال كورونا كانت واحد الالتفاة للعدائي اللي بقوا مستمرين في تداريب ديالهم وخصت لنا بعض المنح اللي نوعا ما ساعدتنا على الأقل من ناخده غير الإطارات ديال العجلات وكتحفيز ولكن احنا كان من الجامسو من الوزارة باش تدعم أكثر الجامعات بس الجامعات الدعم الجمعيات والجمعيات الدعم هاد الالعدائين لأن هاد شي على شكل هارم يعني من اللي كانت القمة ما عندهاش واحد المدخول وما عندهاش واحد الميزانية كتأثر على المعطيات ديال البنية التحتية ما معطيانا نحن الجامع الدوروف بكل صراحة كين نقص كين نقص في الهدراء غير بسيط هاد الانسان بغير الملعب الملعب ما فيش الولوجيات عنده كورسي متحرك كيفش غادي تدي بلاصة هاد أصحاب الهمام الأغلبية ديالهم عندهم شو سائل نقل كيفش غايتنقل كيفش غايوصل لهدك الملعب باش يزاول هدك الرياضة دياله كين عندنا بزاف ديال بزاف ديال العراقيل و بزاف ديال المعويقات اللي ما كتخليش أصحاب الهمام يبرزوا على القدرات دياله و الكفاءة دياله و رسالتي كنوجها دائما كنقول لهم بالصبر و بالعازيمة و بالإرادة القوية ديالكم غادي تقدروا توصلوا لبزاف تحويج حيث إلا بقيت تسنى شي واحد اللي غادي مدلك يدو ما غاديش انتخسك تنوض وتقاوم وتناضل من أجل باش الفئة اللي جاية من ورانا احنا ما تعيش الوضعية اللي عشناها احنا أنا بعدها كانت من الفئة اللي هي طالعة الناشئة والفئة الصغيرة و هادي وشبان اللي جاية من ورانا انا ما يعاني وش هد المعاناة اللي عانينا احنا و لما كنش عدنا يوم موطني حنا العام كامل حنا موجودي ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس